عايز أقول لحضرك على حاجة أحمد قال لي جملة مهمة قوي في بداية ما جينا نشتغل مع بعض حلو قال لي محمود أنا عايز أعمل مسلسل على نهج الأستاذ نور الشريف الله يرحمه وأستاذ زيحة الفخراني لأن دول أسات زيت المسلسلات التلفزيونية فإحنا عايزين نعمل مسلسل مسلسل مسلي محترم الناس تحترمنا فيه فده كان التارجد بتاعنا منذ اللحظة الأولى إزاي بنصنع مسلسل تلاتين حلقة كل حلقة كأنها فيلم كل حلقة فيها أحداث مش هعمل أول خمس حلقات جمدين ثم بعد كده الأحداث تريح مني شوية وتعلق في المسلسل الجامد فيبقى أنت تمام دي وجهة نظر بعض الناس لا إحنا ما كانش ده ما كانش التارجد بتاعنا من البداية إحنا عايزين نعمل مسلسل يشد المتفرج من أول حلقة لآخر حلقة في كل مشهد فالحمد لله يعني لحد النهاردة احنا خلاص عشرين رمضان وهو والناس مبسوطة جدا طبعا أنا شافت علاقات على ناس النهاردة تفرجوا على الحلقة العشرين وفي ناس قيمة دايقة مني وبتاع عشان في حاجات حصلت كده لأحمد العودي في الوعيات وحاجات ولكن إن شاء الله الناس تفضل مستمتعة طول الوقت لطيف المسلسل البني وبينك كمان أنه المسلسل مش مباشر جدا يعني مش اللي هو مثلا ده أحمد العودي رمز الخير في المسلسل وفلان وفلان ده الرمز الشر في المسلسل فهيبقى المسلسل كله ماشي في قطار أحمد العودي الطيب بيحارب الأشرار لأ ده فيه مداخل ومخارج وفيه قصص بتطلع ومفاجآت وما إلى ذلك ودي من الحاجات اللي بتعجب أي مشاهد مشاهد مش عاوز الشكل الطبيعي المألوف اللي هو إيه ده هيا المتوقعنا أحمد العودي شخص اللي سالي لا المسألة مش بالضرورة كده يعني ينتصر ماستاذ بيكون فيه أحداث وتفاصيل جوا تخطفني تاخدني وتوديني زي ببداية بالضبط والأبا نداون ما نبقاش طول الوقت لازم البطل يبقى ملاك نازل من السماء ولا هو على فكرة كل البنقادمين بتخطأ كل البنقادمين مفيش حد طول الوقت ماشي ملاك على الأرض خالص إحنا كلنا بنغلط ممكن أنا وحضرتك قبل الهوى ننم على حد فبقتنا نميم احنا بندردش على كلانه احنا ما نمناش لسه بس هنمين فبالتالي يعني كلنا مفيش حد طول الوقت فده اللي بيحصل للعرب عرب هو مش طول الوقت كويس بنسبة 100% هيغلط هييتحط في مواقف قد يصيبه قد يخطئ بس في الآخر مش عايز أحرق حاجات هتحصل ولكن في مفاجآت احنا منذ الحلقة اللي احنا فيها الحلقة العشرين اللي جاي طول الوقت هيبقى فيه مفاجآت مفاجآت نعم